تحاول إلى دكتور جمال رائف لمزيد من المطابعة حول هذه المباحثات بين الطرفين أو الجانبين المصري والأردني دكتور جمال بعد التحية يحدثنا على أهم الملفات التي سوف تكون في قائمة المباحثات اليوم في الزيارة الخاصة التي ذهب إليها سيد رئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأردن تحياتي لحظاتك وتحدي كل أستاذ المشاهدين بالتأكيد دائما يجب أن نشير أن العلاقات المصري الأردنية في حقيقة علاقات مميزة للغاية ولديها روابط شعبية وثقافية وتاريخية وأيضا جغرافية وأيضا لدى مصر والأردن مسئولية تاريخية تجاه القاضي الفلسطينية مما يجعل هذه القضية في الحقيقة محور النقاش الأول في هذا التوقيت فيما يتعلق طبعا بلقاءات القادة أو حتى على فائد طبعا مزراء الخارجية أو مختلف دوائر سوء القرار ما بين البلدين وبالتالي نحن نتحدث عن ديارة لأستاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأردنية عمام في توقيت بالغ الأهمية قاصة أن الجانبين كما أوضحنا لديهم الآن اهتمامات مشتركة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار الرفض التام لفكرة التاجير القصري إيجاد هدنة في قطاع غزة إحياء أو دعم أيضا العمل الإنساني ودعم المصارات الخاصة بالعمل الإنساني وحسب رأي العام الدولي لمساندة الجهود المصرية في هذا الإطار أيضا ما يتعلق طبعا بمستقبل القضايا الفلسطينية وإيجاد حل عادل وشامل للقضايا الفلسطينية مبني على حل الدولتين كل ما ذكرته هو نقاط تطابق في وجهات النظر ما بين القاهرة وعمان وبالتالي هذا أيضا ما يجعل هذه النقاشات لتجدوى ولها أهمية ولها أيضا أثر إيجابي على مصار التحرك السنائي ما بين مصر والأردن ومنذ أيام قليلة كنا نتحدث أن وزير الخارجية الفرنسي يتمع بوزير الخارجية المصري والأردني أيضا لمناقشة هذه الأمور وبالتالي أنا أعتقد أن توافق الرؤى ما بين القيادات السياسية حيال التحركات في الوقت الراهن لإنقاذ القضايا الفلسطينية من التصفية وأيضا إيجاد حل عادل وشامل أمر مهم جدا وبالتالي أعتقد أن القضايا الفلسطينية أحد ربما تكون هي الأبرز على طولة نقاشات القادة هذا طبعا بجانب النقاشات فيما يتعلق بتعزيز التعاون الثنائي نحن نتحدث عن تعاون ثنائي بناء وشهد أيضا أفاق جديدة ذهبت أيضا لفكرة التعاون الثلاثي ما بين مصر والأردن والعراق وأيضا لأننا تحدث عن ربط الكهربائي وزيادة معادلات التجارة البينية وغيرها من أثر تعاون وبالتالي أنا أعتقد أنه لقاء مهم للغاية سواء على صعيد تعزيز للقادة الثنائية أو طبعا تعزيز التعاون فيما يتعلق بالعمل المسارك فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية وطبعا هنا على رأة هذه القضايا القضية الخاصة بالقادة الفلسطنية وبالتحديد قطاعها ما هي دلالت توقيت هذه الزيارة في الوقت الحالي على الصعيد الإقليمي؟ يعني في الحقيقة أن هناك قنوات التصالات منفتحة طوال الوقت ما بين القاهرة وعمان ويعني هناك تشاور دائما بين أوقات السياسية هي الكفة القضايا ولكن في هذا التوقيت كما أحرك تشيري هناك أيضا استثنائية وهناك أهمية يعني في غاية الأهمية هي ما يتعلق بالتوقيت نحن نتحدث عن تأزم فيما يتعلق بالوضع الإنساني الراهن داخل قطاع غزة نتحدث أيضا عن تعانوة إسرائيلي يعرقل سواء المسار الإنساني الخاص بيصان المساعدات أو حتى المسار السياسي الذي يستهدف وقف إطلاق النار والوصول إلى هدنة وبالتالي مصر والأردن يعني الذين يتمستعون بمسؤولية تاريخية تجاه القضايا الفلسطينية والدائم الآن عمل مشترك أيضا بالتأكيد حينما يلتقي الآن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاهل الأردني في هذا التوقيت هذا سوف يكون له أثر إيجابي على وضع ربما خطوات عمل مستقبلية وهذه الخطوات ربما تفيد القضايا الفلسطينية وتفيد أيضا الهدف المشتركة سواء ما يتعلق بوقف هذا النجوح الحادث من الشمال إلى جنوب في قطاع غزة ووقف إطلاق النار وأيضا يعني دعم المصاري الإنساني وأعتقد أن قاتل الاتفاق كما قلنا منذ قليل فيما يتعلق ما بين القاهرة وعمان هي المحرك الأساسي وكل الطرفين الآن يتحدث عن قطورة الأوضاع وأيضا الرفض التام لفكرة التهجير القصري وبالمناسبة ما يحدث في الضفة هو نفسه ما يحدث في قطاع غزة ولكن الأدوات تختلف جيش الاحتلال يريد إحداث تفريغ ديمغرافي للسكان الفلسطينيين من الضفة وأيضا من قطاع غزة أستاذ غرف يعني كيف ترى وتقيم الدور الأمريكي الغائب على الضغط على إسرائيل لإقاف عملية إطلاق النار في قطاع غزة يعني الموقف الأمريكي حتى الآن يعني يجب أن يتحرك أكثر إلى مواقف متقدمة نعم نحن نتحدث عن مواقف تحركت بشكل إيجابي نحو تصرحات نحو امتناع عن التصويت في مجلس الأمن وأول مرة الوقت المتحدة الأمريكية التي تستخدم البيتو أمام الجانب الإسرائيلي يعني لصالح الجانب الإسرائيلي وهذه مواقف الإيجابية ولكن هذه المواقف الإيجابية يجب أن تترجم على أرض الواقع من خلال أن يتحرك أيضا الضغط الأمريكي لمراحل متقدمة هنا الحديث عن وقف الإمدادات العسكرية ووقف المساعدات الاقتصادية هذا سوف يكون ناجعا للغاية ومؤثرا على حكومة نتنياهو المتطرفة التي تريد ضلط أمد الحرب وبالتالي يجب أيضا على الإدارة الأمريكية أن ترى الآن أن هناك حاجة مازة لزيادة الضغط ونقل الضغط إلى مراحل متقدمة لا يمكن أن نستفي فقط بالضغط الأمريكي المتعلق بها الشعارات السياسية والضغط السياسي أو حتى بعض الضغوط المتعلقة بها المستوطنين والعقوبات على المستوطنين يجب أن نرى الآن ضغط الأمريكي يصل لمرحلة وقف الإمدادات العسكرية للجانب الإسرائيلي حتى نستطيع أن نصل إلى وقف كامل لإطلاق النار دكتور الأساسة جميلة رائف الكاتب الصحفي بشكر حضرتك على هذه الإضاحات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر